بإعلان المكب السياسي للمقاومة الوطنية التي يتزعمها العميد طارق صالح تتوغل البلاد في تهاليز التفريخ لكياناتها السياسية في وقت حاجتها الماسة لوحدة الصف الجمهوري لمواجهة الأخطار المحلقة بالسيادة الوطنية ووحدة الأرض والقرار السياسي قطوة يسعى القائمون عليها إلى فتح قنوات التواصل مع الخارج الأمر الذي يطلق العنان حول مشروعية تواصل فصيل مسلح يفترض تبعيته للشرعية مع جهة خارجية ويضعه في دائرة الاتهام المباشرة نحن لسنا بديلا لأحد ولسنا ضد الشرعية ولكننا نريد أن نكون جزءا من الشرعية في بان الإشهار لمح طارق صالح إلى اعترافه بشرعية هادي مؤكدا أنه لن يكون بديلا عنها فيما اعتبره البعض خطابا لذر رماد في العيون وأنه يأتي على غرار اعتراف الانتقالي بالشرعية وهو الذي يسبح في فلك أبو ظبي ويعمل لتحقيق أجنداتها المشبوهة التكتل الوطني لأحرار اتهامة اعتبر في بان هذه الخطوة نتيجة طبيعية لغياب الشرعية عن منطقة اتهامة بما تمثله من أهمية جيوسياسية وثقل ديمغرافي معلنا رباه القاطع لكل مشاريع التقسيم المدعومة خارجيا والتي تعمق حالة المناطقية وجهوية بشكل يسيء للمشروع الوطني وبقدر ما يرى البعض أحقية أي فصيل يمني خوض غمار الممارسة السياسية يتخوف الكثير من خروج منطقة الساحل عن سيطرة الشرعية الغائبة عنه أصلا ونزعة فصيل طارق لفرض وجهة النظر الإماراتية في تكريس حالة شلل التي أحدثتها في أجزاء مهمة من اليمن الكبير من هذا كله يبرز سؤال الجوهري هل تأتي هذه الخطوة خدمة لأطناع الإمارات في تمزيق الجغرافيا اليمنية وفرض ما يشبه الإدارة الذاتية في منطقة الساحل وما موقف السعودية من مساعٍ كهذه هل سيكون موقفها مسؤولاً خدمة لمصالح حليفها الشرعي أم أن ثم تنية لتكرار سيناريو اتفاق رياض وإطلاق جزئه الآخر خدمة لأطناع الحليف المارق عن أهداف التدخل في اليمن